النهاردة الشعب الفلسطيني بيحيي ذكرى النجبة والتي تعرض فيها الفلسطينيين لأبشع أنواع الجرائم من قتل وتهجير تعالوا مع بعض انتبع تقرير عن نضال الشعب الفلسطيني المستمر من 76 سنة والغاية دلوقتي يوم الخامس عشر من شهر مايو يحيي الشعب الفلسطيني ذكرى النجبة التي استمرت أحداثها نحو سنتين من منتصف عام 1947 وحتى منتصف عام 1949 فترة زمنية امتلأت بالرعب وسفك الدم والقتل والتمثيل بالجثث ذكرى تحطم فيها الوطن الفلسطيني وتشرد فيها الشعب كابوس كبير حل على الفلسطينيين التقارير والأبحاث التي تحدثت عن النجبة أكدت أن كل الأهوال التي مر بها الشعب الفلسطيني في تلك الفترة كانت جزءا من مخطط مدروس من قيادات الحركة الصهيونية مخطط لتهيئة الساحة للإعلان عن نشأة دولة إسرائيل في هذه الفترة دمر ما يقرب من 530 قرية فلسطينية مع السيطرة على أكثر من 700 قرية ومدينة وتهجير حوالي 800 ألف فلسطيني أي نحو نصف السكان الفلسطينيين بكل صنوف الوحشية والإرهاب المنظم مثل قتل الأطفال والنساء والشيوخ والاعتداء على السيدات الحوامل وإجهاضهن عنوة وحرق البيوت وتدمير المزارع وأبار المياه أرقام لا يمكن أن ينساها الشعب الفلسطيني أرقام تحمل مأساة بشعة نفذها جيش الاحتلال وهو يرتكب أبشع مجزر مرت على الفلسطينيين مستخدماً أبشع الطرق في التنكيل بشعب يجري في دمائه حب الوطن ولا يعرف معنى للانكسار وسوف يظل هذا التاريخ يحمل في طياته مأساة تهجير وتشريد بيقرب من ثمانمائة ألف فلسطيني من أراضيهم ذكرى تستعيد تاريخ الدم الذي سال والصرخات التي تعالت والرعب الذي سيطر على نفوس الشعب الفلسطيني يوم الخامس عشر من شهر مايو